مجلس الاتحاد الأوروبي جلالته معه مختلف جوانب العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي وسبل تنمية ودعم مجالات التعاون وتوطيد العمل المشترك في المجالات كافة بما يعزز الأهداف والمصالح المتبادلة أشهد جلالته بالمستوى الذي وصلت إليه هذه العلاقات المتنامية والحرص المتبادل على موصلة تطويرها وتعزيزها بما يعود بالخير والازدهار على الجانبين كما تطرق اللقاء إلى القمة الأولى التي سوف تجمع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في بروكسل خلال شهر أكتوبر المقبل وأهم القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمالها معربا جلالة الملك المعظم عن تمنياته بالتوفيق لهذه القمة لتوطيد علاقات الشاركة المتينة بين الجانبين والدفع بمسارات التعاون والتنسيق المتبادل بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم بحث جلالة الملك المعظم ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي المستجدات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وأكد جلالته في هذا السياق أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية لسكان القطاع للتخفيف من معاناتهم وإيجاد أفاق للسلام الدائم والشامل القائم على حل الدولتين بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها لصالح جميع شعوبها مؤكدا جلالته دعم المملكة لكافة الجهود والمساعر الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي من جهته أعرب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي عن شكره الجزيل لجلالة الملك المعظم لما لقه من ترحيب وحسن استقبال مثملا جهود جلالته لتعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة مع دول الاتحاد الأوروبي ومبديا اهتمام دول الاتحاد وحرصها على توثيق أوجه التعاون المشترك مع مملكة البحرين على جميع المستويات ومشيدا بمواقف المملكة الداعمة للسلم والاستقرار في المنطقة